شباب الوزداد بجاره اتحاد الحرش كانت فرصة لتكريم عائلتي المناصرين حمزة وحسين الذين وافتهم المنية لأسبوع الماضي في حادث مرور أليم لما تنقل لمؤازرة الشباب في خرجته إلى بجاية أمام الملودية المحلية في إطار الجولة الثامنة إن لله وإن إليه راجعون علامات التأثر كانت بادية عن عناصر الشباب التي أبت إلا أهداء الفوز لروح حمزة وحسين في داربي وفى بكامل وعوده ولم يلعب إلا بعد دقيقة صمت أعلن عنها الحكم غربال بداية المباراة كانت لصالح الضيوف بعد الانطلاق من سلا على الجهة اليمنى لكن واضح كان في المكان المناسب وأنقض هذه الفرصة الخطيرة بالنسبة لفريق اتحاد الحراش رد شباب بلوزداد كان دقيقتين فقط بعد ذلك ولم يتأخر بعد هذه المحاولة والتوزيع المواجم ظهار في المكان المناسب يمضي الهدف الأول لشباب بلوزداد وبأية طريقة في الدقيقة الثانية من بداية المباراة أمام فرحة أنصار الشباب على مدرجات ملعب عشرين أوت ظهار نصب نفسه في المكان المناسب في ظل انعدام الرقابة الدفاعية فريق اتحاد الحراش حاول ولم ييأس ثم أماض بهذه الفرصة الخطيرة التي تألق فيها واضح مرة أخرى وأبعد الخطر إلى أن جاءت هذه المحاولة دائما لفريق شباب بلوزداد الذي لم يرد العودة إلى الخلف خاصة في المرحلة الأولى والمايستر عمار عمور بهذه التزديد التوزيع لكن ليمان في المكان المناسب ثم محاولة ربيح بتزديدة قوية ليمان في المكان المناسب اتحاد الحراش حاول اجتهد فتحصل على ضربة جزاء أعلنها الحكم غربال لصالح السيلة في الدقيقة الرابعة والثلاثين تقدم لها أماض ووقع على هدف التعادل لصالح فريق اتحاد الحراش في الدقيقة السلسة والثلاثين من بداية المباراة أمام فرحة أنصار الحراش الذين دائما يتنقلون لمؤازرة الصفراء الشباب كاد أن يصل إلى مبتغاه عن طريق بورقبة وليمان في المكان المناسب قبل أن يتمكن ظهار من إضافة الهدف الثاني بهذه الطريقة في الدقيقة الرابعة والأربعين من بداية المرحلة الأولى وهي النتيجة التي انتهت عليها المرحلة الأولى في المرحلة الثانية تراجع فريق شباب الوزداد إلى الخلف تاركنا المجال لعناصر فريق اتحاد الحراش التي حاولت واجتهدت لكن من دون جدوى وهذه المحاولة المخالفة من بومشرا لكن واضح في المكان المناسب ثم البديل عزي كرة تمر بقليل عن إطار مرمى الحرس واضح فريق اتحاد الحرس واصل الإجتهاد والتوزيع والنصف مقصية من بومشرا داخل منطقة العمليات كادت تأتي أكلها آخر محاولة في المباراة عن طريق ربيح بهذه التزديد القوية نذكر بأن شباب الوزداد أن المباراة بعشرة عناصر بعد طرد بورقب الاعتدائه على بالقروي فوز مهم للشباب والعلامة الكاملة للفريقين محمد الله نضم بلي زوج عرضيات من كرة ثابتة وكرة واحدة أخرى سجلنا هدفين كنا قادرنا نسجلوا هدفة أخرى سنماش ديربي يجلعب على البتدي تاي سيربي مركونا بفلافانت على البرمير مايطان دزامي توصينا باش نوينو في المات ودرنا كرينا لزوكازيون